مملكة الفطريات بس الأول فيه خصائص عامة موجودة في كل الفطريات لازم نعرفهم قبل ما نبدأ نشوف الشعب الخصائص العامة لمملكة الفطريات من حيث تركبها هو إن شوية منهم بيكون وحيد الخلية يعني جسم كله على بعضه عبارة عن خلية واحدة بس الأغلبية من الفطريات بيكون عديد الخلية وبالتالي كده مش شرط إن كل الكائنات وحيدة الخلية يعني اللي جسمها كله خلية واحدة إنها بتنتمي لنفس المملكة أو نفس الشعبة فعندنا مثلا في البدايات شفنا إن كلهم وحيدة الخلية زي مثلا النستوق وكمان في الطلاعيات شفنا إن معظمهم بيكون كائنات وحيدة الخلية زي الأميبة والبراميسيوم وكل الأوليات الحيوانية ودلوقتي في الفطريات بعضها بيكون وحيد الخلية يعني كده مش شرط إن جميع الكائنات وحيدة الخلية بيكونوا كلهم في نفس المستوى في الفطريات قلنا إن بيكون بعضها وحيدة الخلية بس الأغلبية بيكون عديد الخلية والفطريات عديدة الخلية بتتكون من خيوط فطرية اسمها الهيفات فتبقى الهيفات دي عبارة عن خيوط بتتجمع مع بعضها وبتكون حاجة اسمها الغزل الفطري والهيفات دي بتحمل أكياس أو حوافز بيكون فيها الجرسيم فممكن نقول على الهيفات دي حامل جرسوميش لأنه بيحمل الحوافز أو الأكياس اللي فيها الجرسيم فيبقى كده اللي بيميز الفطريات عديدة الخلية عن الفطريات وحيدة الخلية هو إن الفطريات عديدة الخلية بتتكون من خيوط فطرية اسمها الهيفات أو حوامل جرسومية لأنها بتحمل الجرسيم الهيفات دي بتتجمع مع بعضها وبتكون حاجة اسمها الغزل الفطري تاني حاجة بتميز الفطريات هو إنها حقيقية النواة يعني كده أي كائن معانا في مملكة الفطريات هو من حقيقيات النواة حقيقيات النواة يعني المادة الورصية بتاعته بتكون نحاطة بغشاء نواوي وبالتالي كده أي فطر بيحتوي على غشاء نواوي تالت حاجة الفطريات بتكون غير متحركة والصفة دي بتقربها شوية في اتجاه النباتات لأن طبعا إحنا عارفيني أن النباتات كلها بتكون غير متحركة رابع حاجة وهي أن الفطريات بيدخل في تركيب جدارها الخلوي مادة اسمها القيتين من حيث التغذية فكل الفطريات بتكون غير ذاتية التغذية يعني مش بتصنع غزاءها بنفسها وبالتالي ما عندهاش ولا بلاستيدات خضرة ولا كلوروفيل ولكن الفطريات بتكون إما متطفلة أو مترممة متطفل يعني بيروح لكائن حي عايش وبيتطفل عليه وياكل أكله إنما مترمم فده بيروح للكائنات الميتة وبيرممها فبنقول عليه مترمم آخر حاجة في الخصائص العامة للفطريات هو أن معظمها بيتقاصر جنسيا بالإضافة لتقاصره لا جنسيا عن طريق تكوين الجرسيم بس كده خلصنا الخصائص العامة للفطريات تعالي نقولها تاني سريعا كده وإيا إن من حيث تركبها بعضها بيكون وحيد الخلية بس الأغلبية بتكون عديدة الخلية وبتتكون من حاجة اسمها الهيفات بتتحد مع بعضها فتكون الغزل الفطري وقلنا إن الفطريات كلها حقيقية النواة وقدرها بيدخل في تكوين ومدى اسمها القيتين وبتكون غير متحركة وكل الفطريات بتكون غير ذاتية التغذية وبيتكون يعيمة متطفلة أو مترممة ومعظمها بيتقاصر جنسيا بالإضافة لتقاصرها لا جنسيا بإنتاج الجرسيم بيتم تصنيف مملكة الفطريات حسب تركبها وطريق تقاصرها لخمس شعب أهمهم شعبة الفطريات التزاوجية وشعبة الفطريات الزقية وشعبة الفطريات البازدية نقول كمان مرة أهم ثلاث شعب في مملكة الفطريات هما شعبة الفطريات التزاوجية وشعبة الفطريات الزقية وشعبة الفطريات البازدية شعبة الفطريات التزاوجية هي بتكون عديدة انخلايا يعني بتتكون من خيوط فطرية اللي هي الهيفات والخيوط الفطرية في الفطريات التزاوجية بتكون غير مقسمة بمعنى ان ما فيهاش حواجز عرضية بتقسمها وشعبة الفطريات التزوجية بتنتج الجرسيم داخل حوافز جرسومية زي مثلا فطر عفن الخبز فطر عفن الخبز بيتكون من حاجة شبه الجزول كده اسمها أشباه الجزول والغزل الفطري اللي بيتكون من الخيط الفطرية وعنده حوافز جرسومية بيكون جواها الجرسيم وفطر عفن الخبز هو اللي بيسبب العفن الأسود على الخبز وبيستخرج منه إنزيم بيستخدم في صناعة الجبنة فيبقى كده معنا أول شعبة في الفطريات هي الفطريات التزوجية زي عفن الخبز اللي بيتكون جرسيم داخل حوافز جرسومية والخيط الفطرية بتكون غير مقصمة ثاني شعبة معنا هي شعبة الفطريات الزقية شعبة الفطريات الزقية بيكون في منها فطريات وحيدة الخلية زي مثلا فطر الخميرة وفي منها فطريات عديدة الخلايا زي فطر البنسليم وطماما عديدة الخلايا يعني بتتكون من خيوط فطرية والخيوط الفطرية بتكون مقصمة بحواجز عرضية يعني فيها حواجز بتكون موجودة فيها بشكل عرضي بتأسمها لأجزاء والفطريات الزقية بتنتج الجرسيم داخل أكياز جرسومية ومن أمثلتها طبعا زي ما قلنا فطر خميرة اللي بيكون وحيدة الخلية وفطر البنسليم اللي بيكون عديد الخلايا واللي بينتج لنا المضاد الحي والمعروف بالبنسلين فيبقى كده شعبة الفطريات الزقية بتكون جرسيمها في أكياز جرسومية القاف مع الكاف إنما الفطريات التزاوجية بتكون جرسيمها في حوافز جرسومية الزين مع الزه الحوافز بتكون موجودة في التزاوجية إنما الأكياز بتكون موجودة في الزقية نيجي بعد كده للشعبة الثالثة والأخيرة معانا وهي شعبة الفطريات البازدية شعبة الفطريات البازدية بتكون عديدة انخلايا والخيوط الفطرية فيها اللي هي الهيفات بتكون مقصمة بحواجز عرضية وبتكون الجرسين بتاعتها داخل حاجة شبه القبعة كده بنقول عليها سولجاني الشكل وممكن نقول عليه تركيب سولجاني الشكل ومن أمثلة الفطريات البزيدية هو فطر عيش الغراب اللي بيكون في منه أنواع بيستخدمه الإنسان كغذاء يبا كده احنا معانا مملكة الفطريات بيتم تصنفها حسب تركيبها وطوله تقاصرها لخمس شعب أو خمس أقصام أهم ثلاث شعب معانا هي شعبة الفطريات التزاوجية وشعبة الفطريات الزقية وشعبة الفطريات البزيدية وقلنا أن شعبة الفطريات التزاوجية وقلنا أن شعبة الفطريات التزاوجية الخيوط الفطرية فيها بتكون غير مقسمة وبتكون جرسيمها داخل حوافز جرسومية زي فطر عفن الخبز إنما شعبة الفطريات الزقية زي فطر الخميلة اللي بيكون وحيد الخلية وفطر البنت سليم اللي بيكون عديد الخلايا بتكون جرسمها داخل أكياس جلسومية والشعبة الثالثة وهي شعبة الفطريات البازي دية الخلوط الفطرية فيها بتكون مكسمة بحواجز عرضية وبتكون جرسمها داخل القبعة أو بنقول عليها التركيب سلجاني الشكل زي فطر عيش الغراب ترجمة نانسي قنقر